اهلا بكم الى موجز الانباء استهدفت قواتنا المسلحة الباسلة مجموعة ارهابية مسلحة بالقرب من مبنى النفوس ومدرسة المسعودية في حي باب هود بمدينة حمص ما اسفر عن مقتل واصابة عدد من الارهابيين كما تم تدمير وكرين بمن فيه من ارهابيين في حي الخالدية كما استهدف بواسل قواتنا المسلحة مجموعة ارهابية في تل دهب وتل دو بريف الحولة واوكار الارهابيين في الرستن وتلبيسة وعين حسين والعامرية ما ادى الى مقتل واصابة عدد منهم وتدمير ادوات اجرامهم وفي سلسلة عمليات نفذتها بالغوطة الشرقية والمنطقة الجنوبية من ريف دمشق اوقعت وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة اعداد من الارهابيين قتلى ومصابين وفككت عبوات ناسفة وصادرت كاميرات مراقبة واسلحة متنوعة كانت بحوزتهم وقال موفد الدنيا ان وحدة من بواسل قواتنا قضت على الارهابي محمود عوده متزعم مجموعة ارهابية مسلحة في مزارع عالية بدومة مع عدد من افراد مجموعته من بينهم الارهابي حسام عثمان وفي ريف حلب الشمالي وعدد من احياء المدينة دمرت قواتنا المسلحة الباسلة كمية كبيرة من الاسلحة والذخيرة واوقعت العديد من الارهابيين بين قتيل ومصاب وقالت موفدة الدنيا انه تم تدمير راجمة صواريخ ورشاش ثقيل ومدفع هاون في الليرامون ومؤسسة اكثار البذار فيما سحقت قواتنا المسلحة كاملة افراد مجموعة ارهابية مع اسلحاتها وعتادها قرب مطعم ميلانو وقضت على عشرة ارهابيين كانوا متحصنين داخل احدى المزارع في محيط معمل الزجاج ودمرت لهم مدفع بي عشرة ومدفعا مضادا للطيران عيار 23 اعلنت المتحدثة باسم الامم المتحدة كورين مومان فانيان ان مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وروسيا سيجتمعون مع مبعوث الامم المتحدة الى سوريا الاخضر الابراهيمي في جينيف الثلاثاء القادم وتأتي هذه المباحثات في اطار اللقاءات المتواصلة بهدف التحضير المؤتمر الدولي لحل الازمة في سوريا وكانت جولة محادثات ثلاثية شاركت فيها روسيا والولايات المتحدة والامم المتحدة عقدت في جينيف الخامس من حزيران الجاري اعلنت مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية فيلري اموس ان المعارضة المسلحة بالفعل تلجأ الى اسلوب محاصرة البلدات والقرى الامر الذي يؤدي الى تجويع سكانها وقالت اموس بهذا الصدد نحن بالفعل حصلنا على معلومات وانباء عن حصار للمدن في بعض اجزاء البلاد وصعوبة حصول السكان على الطعام والمواد الطبية وغيرها من الاحتياجات الاولية بدوره قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف ان الاحاديث عن اقامة منطقة حظر جوي في سوريا لا تساعد على عقد المؤتمر الدولي لحل الازمة فيها وفي الولايات المتحدة تقدم اربعة اعضاء من مجلس الشيوخ الامريكي بمشروع قانون يمنع الرئيس باراك اوباما من تقديم مساعدة عسكرية للمعارضة في سوريا مشيرين الى ان ادارة اوباما لم تقدم معلومات تذكر بشأن ما يعتبرونه تدخلا محفوفا بالمخاطر وقال السيناتور راند بول ان قرار الرئيس الاحادي الجانب بتسليح المعارضة السورية مزعج للغاية بإضافة الى قلة ما نعرفه بشأن من سنسلحهم وعبر رعاة مشروع القانون عن شكوكهم في قدرة واشنطن على ضمان عدم وقوع الاسلحة في اي دي جهات غير مرغوبة فيها ودعوا الى مناقشة في الكونغرس قبل انخراط الولايات المتحدة بدرجة اكبر فيما يجري بسوريا اعلنت شركة صناعة سفن يا باشر ان ناقلة حاويات كانت متوجهة الى جدة في السعودية انشطرت الى قسمين في المحيط الهندي فيما كشف موقع روسي متخصص بالنقل البحري ان الناقلة كانت تحمل امدادات اسلحة امريكية يتم تمريل المجموعات الارهابية المسلحة في سوريا وكانت ناقلة الحاويات التي تحمل اسم مول كونفورت قادمة من سنغافورا ومتوجهة الى جدة في السعودية بدوره اعلن موقع بورت نيوز الروسي سفينة كانت تحمل امدادات من الجيش الامريكي في سنغافورا الى مجموعات الارهابيين في سوريا ولفت الموقع الى ان السفينة التي تحمل اربعة الاف وخمسمائة حاوية محملة بالسلاح كانت ستمرر ستمرر من الجيش الامريكي في سنغافورا مرورا بالمحيط الهندي يليه البحر الاحمر الى ميناء جدة السعودي ثم ميناء العقب الاردني لتصل اخيرا الى الاراضي السورية وربما ليد جبهة النصرة بدورها نتقل القناة الاخبارية صورا لاسلحة متوجهة من مدينة بنغازي الليبية الى المسلحين في سوريا واوضحت القناة ان مسلحي بنغازي ارسلوا خلال السنة الماضية ثلاثة شحنات اسلحة بالبواخر الى تركيا ثم برن الى سوريا وكان اخرها منذ قرابة شهر من الان وتظهر الصور سيارات عسكرية مع الاسلحة المضادة للطائرات وكميات كبيرة من الذخيرة بينها صواريخ سام المضادة للطائرات في لبنان اشتبك مئات المتظاهرين مع قوات الامن في محيط مبنى البرلمان وسط العاصمة بيروت رافيضين التمديد للمجلس النيابي حيث نصبوا خيام الاعتصام في حدث يتكرر بين الفينة والاخرى دانت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية دعوات التحريض والفتنة والقتل ضد الشعب السوري التي دعا لها الرئيس المصري محمد مرسي والمواقف المشبوهة والتحريضية ضد حزب الله وإيران مؤكدة أن هذه الحملات المعادية تتزامن مع الدعوات والحملات الغربية وأن القرار الذي اتخذه مرسي بقطع العلاقات مع سوريا يأتي تلبية لاستحقاقات سياسية متمنية لو اتخذ مثل هذا الموقف ضد سفارة الكيان الصهيوني في القاهرة وفي مصر طارد العشرات من ذوي الشهداء والنشطاء السياسيين المصريين موكب الرئيس المرسي أثناء خروجه من منزله بالقاهرة وهم يرددون هتافات تطالب برحيله وإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين إلى ذلك أعلن محمود بدر المتحدث الإعلامي لحملة تمرد ضد نظام مرسي وجماعاته الإخوانية أعلن أن الحملة جمعت أكثر من 15 مليون توقيع على استمارة سحب الثقة من الرئيس وفي تواصل لحراك الشارع نظم العشرات من شباب وأعضاء الأحزاب والقوى السياسية بالقليوبية سلاسل بشرية للدعوة للحشد والمشاركة في مظاهرات الثلاثين من حزيران وفي القاهرة خرجت مسيرة حاشدة من شارع البحر إلى ميدان طلعة حرب ردد خلالها المتظاهرون الهتافات التي تطالب برحيل النظام ومحافظ الغربية قتل عشرة أشخاص وأصيب 25 أخرون بجروح في هجوم إرهابي نفذه انتحاري داخل مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية وقالت الشرطة الباكستانية أن المهاجم الانتحاري قام باقتحام المسجد وقت الصلاة وفجر نفسه داخله هذا ولم تعلن أي وجهة مسؤوليتها عن الهجوم دعت رئيسة البرازيل ديلما روسيف الوزراء الأساسيين في حكومتها إلى عقد اجتماع أزمة في وقت لاحق اليوم غداد احتجاجات عنيفة لفت شوارع المدن البرازيلية رفضا لسياسات الحكومة وتخللت الاحتجاجات أعمال شغب وصدامات مع الشرطة بينما قضى متظاهر دهسا في أول وفاة تسجل منذ اندلاعة الحركة الاحتجاجية وأتت هذه الحركة الاحتجاجية رفضا للإنفاق الحكومي على استضافة مونديال 2014 وسجلت الاحتجاجات سقوط ضحيتها الأولى في ولاية ساو باولو بعدما صدمته سيارة مع اثنين من رفاقه كما أعلنت الشرطة العسكرية ختام الموجز السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة